والصلاة والسلام على رسول الله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إن نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونعود بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إننا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا اللهم إنا نسألك أن تفرج هم كل مهموم وأن ترزق كل شخص محروم وأن تقبل توبة كل تائب اللهم ارزقنا سعادة القلب وطمأنينة النفس وسكينة الروح واجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة واستر عيوبنا واغفر جنوبنا وفرج كروبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وارزقنا الجنة يا رب اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات اللهم لا تعظم علينا أمر واجعل لنا بكل خطوة توفيق وأجر ويسر لنا كل أمر عسير يا من إليه المنقلب وإليه المصير اللهم أنت المعطن من دعاك يا من ترانا ولا نراب وترزقنا ولا نبلغ تناك اجعل لنا بكل دعوة إجابة وبلغنا الجنة ورضا رب اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صبر ولا يخيب لنا فيه أمر واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر أسأل الله العلي القدير أن يجعل يومكم يوم الآمنين ويجعلكم من عباده الصالحين وينور قلوبكم بالإيمان والرضا والعفو عن ما مضى وأن لا يصلط عليكم حاسدا ولا حاقدا وأن يجعل نهاركم سعيد وعيشكم رغيد وعمركم مديد ويغفر الله لي ولكم ولوالديكم ويشملكم برحمته ويسكنكم جنات النعيم اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمين إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام جمعة مباركة على الجميع ما تعودتوا صديقاتي روتينات نهار الجمعة لازم يكون فيها الدعاء إن شاء الله نحنا ندعو وربي إن شاء الله يستجيبنا هو ربي يقولك ادعيني وأنا نجاوبك إن شاء الله يستجيبنا يا ربي إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم وإن شاء الله ربي ينجح ولديتكم وكل وقبل ما نبدأ الفيديو نحب نحيي تطا أم منتصر إن شاء الله كل عام وإنتي حيا بخير سامحيني الفيديو اللي فات نسيت سهيت الغالب الظروف نسيت باش نعيدك ونقولك إن شاء الله عيد ميلادك سعيد وعمر مديد وربي يعطيك صحة لبدان ويفرح قلبك بوليداتك إن شاء الله ربي يفضلك ويشفيك ويعافيك قرية مساجك روكومون تاريتك كلنا نقراها وإن شاء الله ديما هك نجاوب عليكم الكل نهار جديد فيديو جديد روتين جديد كما شفتو شوية حركة ونشاطة حيوية وطاقة إيجابية واللي وراها حاجة إن شجعوه بشقو حتى هي وتعملها معانا هنا لبنات عندي هك شوية قضية نظمتها بش نبدأ معاكم اليوم الروتين أولا نشنعطيكم الدبارة الدبارة نتعيني اليوم تعرفوا ديما نحنا ننسى نحيرو في الدبارة اليوم بش نجيكم كالعادة لازم هك الفطور اللي نحضره نشاركو معاكم وهذه هي الكيكة انتع جارتنا تصلوا ربي فضلها الي هي بالفاكية والشوفان والدروعة توناخذ من عندها الرسايت حبيت قلت لكم ده ونقصها معاكم قصيتها معاكم بش نوريكم القوامل بتاعها بالحق طيارة أرغم إنها مفيهاشو السكر وكل لكن كليت منها واش بتني بنينة خفيفة شوشة نقصها شوية السكر بيانصير معنى تايبان اللي مستنس ياكل اللي حلو يبان ولكن هذه هي تتسمى صحية وكلوز من فوق لمحمر زايد فيها هكا بنا على بنا وديتكم مشاهدكم إن شاء الله قسمكم في الجنة نستكونوا طبيعي جدا نحن استنسنا معنى تابل حلو برشا والحشات هذيك فكي تاكلوا مرة لولا لكن كيتعودوا وارواحكم معاش تحسوا بالفرقة الكبير بطبيعة إن شاء الله ربي يشفي جميع المونين إن شاء الله ربي يفرح هكذا بكل موم إن شاء الله ربي ينجحوا ليداتكم ما زلنا مع هكا الباك نقول لكم برشا كوراج وبرشا هكا تفاؤل وبقدرة ربي ما فهمه كان كل خير أنتم نخدموا على رواحكم وربي يعطي كل خير وإن شاء الله نوعدكم بقدرة ربي لكل أم ولكل خية ولكل من يعدي معانا فهمش كون يتفرج راه في الباكالوريا إن شاء الله ربي نجحكم ونزغر تلكم وما تزغريت نعملكم حفلة في القناة إن شاء الله بقدرة ربي جمعت الباك ما تخافوش وما تهجوش راهي ورقة بيش تغدموها ورقة مش عليش تدخل خايفة عليش تدخل مفجوعة عليش النتيجة ديك ما تخممش فاتة وإنت خمم إلي ورقتك إذا ما تكون معمرة أمورها واضحة امتيحانك بريقل وروح ورقدو تفرهد لعشية وارجع أعمل هكا شوية ريفيزيون وحاجة وبقدرة ربي نجحين روتيننا لليوم عنا شوية هكا تجاج فوحته مش شوية تجاج زدر كامل فوحته كركم وكليل وسكنجبير وملح وفلفلاك حال دي موكيمة العادة وهنا عندي لبصل كان نقول لكم مش عمل لي لبصل في هنا يا لبصلة بيضادية يصدك حار قوية مصلي عني بي ما شاء الله رتذكر جديتي يا الله يرحمي حتى أمي ربي فضلها تقول راه لبصل أكل الدموع هذي كريدوالي العينين كي يعمل لكم كيك الحاصل هنا ربنات عندي الفورمة اليوم بش نطيف الفورمة نتاعنا دي نتاع الزمن الجميع الحق أنا عندي سنين حتى من اللي بديت معاكم في القناة نستعمله جت نبدأ نقص فيها بعدين بش طيح لي بين هكا القاز والفورمة قلت لأ هيا نحضر فصحا ونبعد نصب ديريكت الحق المكلة نتاعها سبحان الله تطلع بنينها كان طاجين كان قطو كان اللي بوها فيها جيكم بنين خديت هنا لبص القصيتو حطيتو في الفورمة متاعي توا بينصير بش نحط الدجاج اللي فوحت وذاك يحب ذات بيتو معناتها بفاحو هكاكي يعطيكم البنة اكثر ونزيد معاهم الزيت بش نبدأ نقلي فيها نحل عليها الجاز ونخليها تاخذ هكا تجري شوية وهنا لبنات بش نحضر دا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله البطاطا الخضرة بش نقص شوية خضرة بش نحضرها بش نعملها في الفطور متاعنا لليوم اللهي اللي بنات كل يوم هكا يحب يبدل يحب يخرج من الروتين ما يحب يعاود الماكل اللي طيبها وقداش منها المخ وقداش منها الواحد لحاصة وخاصة منتو الدنيا بش تبدأ تصخن ماذا بينا على الحاجات خفيفة ماذا بينا الجاز ببرشة نبعدو عليها وإلا نطيبو هكا اللي فيق كيفياني أنا قلت تعرفوا بش نعمل إن شاء الله بقدرة ربي كنبقينا حيين بخير نبدأ روتيني ملفجر ديجا أنا بديت معاكم كنشرت في أول فيديو هكا الشباك بزلت الدنيا طليم راني بدي ملفجر معناتها بش نعود نطيب الصباح بكري خطر تشد الناس خان ماذا بيكم يا الطيب وعلى صباح بكري يا إما تحاولوا تعملوا حاجة معنتها على البرود وكهو خطر حتى القاز تسخن الكوجين إذا عنكم فريجدير في الكوجين أنا أذكر وليت نخمم فيه الحق دو ربي ساعدنا بلطف ومشاء الله هكا وحد ينظم وقت بير ونظام في كل شي في الحياة يسهل علينا برشا حاجات باهي هنا لبنات خذيت الباطاطا قصيتها بكل المنشارة ذاك 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 وخليت وحطيتها في المس سخون وعملت لها شوية خل وخليت على الشيرة وجيت هنا للطنجرة متاي شوفت الدجاج كيفاش قلبته وكيفاش أخذ اللون وزدته شوية ماء هنا بش نعمل التفويحة متاع المسلم متاي خذيت هنا شوية تابل وكروية ومانيش بش نحط دجا حطيت الملح وففل لكح بعد الدجاج أعطيته كمية الملح الملح الماكلة راهي بنتها تكون مش مالح هنا صديقاتي نزيد عليها طيبة على روح بدت هنا نجيب الخضر طماطم قصيت طماطم وزد الفلفل ديما الماكلة لا يوجد قواعد تحطي الخضر اللي تحبي تحطي الخضر اللي تحبي معناتها بش تكلي منه اما بش تقولي مثلا لا يراوك الحاجة ديك خاصة الخضر والبعادة كيفاش مستنسي طيبة واحد والذوق متاعه في الماكلة هنا لبنت جبت البطاطا هكي اللي حطيتها في الماستخون والخل صفيتها وحطيتها في الزيت بش تدقلاء ما حطيتش ما طيبتهش في المرقة متاعي حبيتها تكون هكا مجرية وبعدين نحطها في المرقة نحط زين بها الصحن مانيش بش نرماها في المرقة بعد نحط هكا على الجناب متاع الصحن واللي يحب بياكل ومثلا انت وانا ماذا بيا نبعد بالنسبة لعب الحميد على البطاطا وكش هي ذا ككل حتى ياخذ ياخذ هكا ربيع طرف من الكعبة موش بارشة جوز تاوينها بش يضوينها وماذا بينا زادا اكنحوا جملة واحدة خايب ونخله بكثرة زادا خيروا الامور اوسطها لنكثروا لنقلوا جملة واحدة هنالبنات هانيا صي طيبتها نحيدة عادتها في بق بيه بشتو شبك الزيت والفكرة اللي جتني اني نعمل لجراع الاخضر انا حميدة يحب لجراع الاخضر عوضت المصلي حطيت فيه لجراع الاخضر بيش هكيكا ياكل ملاهية دبارا راهي كيكا جتني في راسي انا اهنا حطيت المرقى المتاعي في الصحن صيطابت جرت زيتها وتوا بيش نحط لها شويتك الخضراء اللي انا قليتها وهذاك هو الصحن المتاعي وديتكم ومشاهدكم وانشالله قسمكم في الجنة منو نسك كلها وهاني كل يوم نحاول نبتكر من موجود راهو نحاول حطا نبدل هكي شكل الصحن كلها بشي يعطينا هكي كأنه حاجة جديدة ناكلوا فيها اما هي راهي وانا بالحق جدت بنينا وطريقة هكي البطاطا المجلية والقراع المجلي تجيبنينا معاها نخلتي مثلا المصلي تعملها تعملها خضرتها مجلي وبعدين ترمي في الاخر ديجا مرة وقت لي جدت بحذية وريتلكم طريقتها شوفوا كل بصال كي ذوب في المصلي كيفاش يعطي منظر وقو هذه هي البطاطا متشوفوهاش تقولوا بيضا لبنات لقرا هي مجلية في حقها وهناي لبنات عندي الخليط هذية متاع الخبز اللي هو فيه الحبوب فيه الشوفان فيه النخالة فيها يظهر لي سمو هذي كلا نسيتها حاصلوا الكتان يظهر لي زريعت الكتان حاصلوا مخلطة بكل شي هذي قلت خليني نعمل منها خبز في الدهر واللهي قاعدا نحاول نشتهدها في الحاجات باللي متوفر اني بش نعمل حاجات صحية ومختلفة وعلى فكرة اللي بنات مش خطرة ناعد مع انتا توا كي يولينا مع انتا عنا السكر في الدهر وكل لا حتى في تليفزيون كاعدا نتبق مع انتا كاعدا نتبق على كيكب وصوت فانا الجايسر اللي يولوا هم البكري مهتمين بالصحة لانو الصحة ما كفهاش اما توا ياسر يواعوا يواعوا انو كلوا مايكلة صحية ابعدوا يقول لك الفارينة ابعدوا عليها على جد ما تقدروا ولولا حطوا احنا نحبوا الفارينة بشكل كبير وملكلتنا كلها فيها الفارينة كالكسوها خبز كالكسوها جاتو مع انتا نستعملوها بشكل كبير حتى في مش نعملوا مثلا حاجة باني لازم نحطوا الفارينة فمن عاداتنا نقولوا كيفاش بش مبدلوها ومنش متعودين حتى فالطعم منش متعودين على حاجة الاخرى انا مثلا هاني ناكل في الخبز النخالة بعضو بالله ما كانوا بتناولتني شريفيه الخبز النخالة ناكل ناكل الدوبل انت على الخبز العادي ريت بحاشة يعني انا على اساس بش نقص من الخبز اخي خبز النخالة نحسه خفيف ناكل منه دوبل اكثر من الخبز الفارينة فمانيش عارف حاصيله هانا جاعدين الواحد يحاولها يتولها شمية بصحته خديت المهم العجينة دي عملت لها الماوع ملح كيما اي عجينة دي جا تلقوا في الباكو متاحها مكتوب كيفاش جديش الكونتيتي اللي بش تعملوها هذا كعليش يعني انا راني من الباكو ما عنديش حتى ابتكار ولا حاجة الباكو هو اللي يعطيكم كان بش تعملو رطل قديش كان بش تعملو كيلو الدوبلو الكونتيتي متاع الفحات متاع الخبز نتاعكم اسموا صديقات يعني حضركم ان شاء الله في فيديو متاع ازطح في برشة هكا بش نبدل حاجات ان شاء الله في الزراعات راني مهتمة بالزراعات اكثر مش شكل راهو اي شفتوا حاجة نفتش على السيكونس متاع الخبز الباقية متاع السيكونس مش كنتي ريتو يبدو عندي دي سيكونس في التليفون ساعات بعد من نبدأ نمنتج يزمي النقص من التليفون نمشي نفسخ اللي منتج مثلا من فيقش بروحي خطر نبدأ ننقص في الفيديو ندخل للجالرين نبدأ نفسخ مرة على مرة مش ديما مش كل يوم ولكن ساعات تسهو تلقي روحك تفسخ لك ما عندك حتى حل اخر مثلا انا الكريب اعملتها عندي الخلطة متاحة وكل داخلة في الوانتاج متاع الخبز ما لجيت هايش نلجى سيكونس تذومة عندي مش ممنحين من التليفون ولت صبت هونكم مش نقول لكم هذيك الفكرة عندي عملت كراب كبلكي العادة ديما كرابي حلوة ولا مالحة ولا حارة ديما نعمل لها الطريقة هي بيدها كاس حليب بطبيعة دبلو الكمية اذا عندكم عدد الافراد اكتر كاس حليب عليها كعب عظم عليها كاس فارينة وإلا كاس حليب ونص وعليهم كاس فارينة انت من وقت الفارين والخليط رو القوام بتاعه لا يلزم يكون ماء ولا يلزم يكون خاصر عاقد لا لا عرفتوه يبدك اللازج يمشي معاكم هذك هو دجا الناس كل تعرفها خريط الكراب كيفاش يجي الحاصل لنا ديما نعملها هكا في العشيات هكا في الليل نعمل نقول هاي حاجة خفيفة كراب بالعظم الطن الهريسة اصيل وديتكم مشاهدكم وانشاء الله قسمكم الناس كلها في الجنة اليوم لبنال كما قلت لكم في العنوان كلمة شكرة قليلة في حق وخياتي اللي هما انتوما وخياتي ربي بركلكم قريتكم وانتريتكم كلها قريتهم على حمايدة انشاء الله ربي بركلكم وانشاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا انشاء الله ربي يحفظكم وانشاء الله ربي يشفيكم ويفرج عليكم محلة كلمكم ربي يفضلكم مع عندكم بالحق من الجيش كلام يوصف المعزة تعرفوني انا كنعزة عبد اكثر من اني نحبه المعزة ما تتحولش لحاجة اخرى تقعد معزة تعزك العبد وتوده منيش لقيا الكلمة على قدش قلوبكم سمحة قدش كلمكم يداوي الجرح قدش شجعتوني على مرضة راجلي الله يبركلكم والله هاني قاعدة نشجع فيه على العملي وكلمكم زد حتى انا اقنعني انشاء الله ربي يفرج على الجميع انشاء الله ربي يشفي جميع انشاء الله ربي يعطينا الوقت طيب برشا قلتولي بعد الكورونا وبعد اللطف معنتها ولت هالامراض هذي منتشرة وكلها صحيح ولا اللطف عنا ولايد في بلادنا في المتلوي الله يرحمه ينعمه ولايد صغير النقرة البارح تفرجت اني معنت في صفحتنا انت على المتلوي نلقى اني هو تخلي يشرب في الماكان يكور اللطف مات الله يرحمه ينعمه ويجعل مقوهة جنة بيصبر عائلته بيصبر مميمته وقاله عليه على جد محبتهم ليه هذيك هو حال الدنيا هو الاعمار بيدربي سمحوني هنا الصوت مش مقابل الصورة اراني ما عجل نقول لازمني نكلمكم فاسة فاسة ما نرقاش كيفاش بش نصور لكم في الديريكت انشاء الله نعمل لكم فيديو مني وجه لوجه المهم من البنات ربي بركي لكم جد ما نشكركم وشوية انتوما اخوات انتوما سند الله يرحم مولديكم على كلامكم وعلى دعواتكم